السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات برنامج كالج في هذا الفيديو سنقوم بإنشاء برنامج يسأل عن جيب تمام الزاوية ولفعل ذلك نحتاج الى لبنة استدار من هذه الاتجاه بدل خمسة عشر نجعلها مثلا ثلاثين واحدة ننقر عليها جايب ولجعل الزاوية لا تتغييب بنفس التغييب في كل مرحبا نقوم بجلب لبنة كارين لمدة عشر مرات لكن بدل عشر مرات سنجعل هذا العدد عشوائيا اذا سيتكرر ويختار عدد ما بين واحد و عشرة واحد معي نفعل امر جيد في كل مرة سيتغير بشكل معين جيد ثم نجعل نجعل متغير جيب تمام يساوي جيب تمام الاتجاه يجعل بنا فقط انه لكل كائن اتجاه معين الاتجاه الآن مستقيم يساوي ثلاثون اذا نقوم بجلب الاتجاه ثم يسأل نجعل السؤال فارغا لان السؤال موجود دان واذا كان لاحظ معي اذا كانت الاجابة صحيحة سيفعل هذا الصوت لاحظ معي اما اذا كانت الاجابة خاطئة فسيفاعل هذا الصوت نذهب الى الصوت هذه النغمة ستفاعل عند اجابة خاطئة وهذه النغمة ستفاعل عند الاجابة صحيح لكن نتحدث هنا عن الشط من المعلوم ان جيب تمام يكون مساوي للزاوية ولمقابلها اي هنا زاوية 30 حتى الزاوية ناقص 30 تكون لها نفس جيب تمام اذا لفعل ذلك او لجعل كلا الاجاباتين صحيحتين نقوم بجلب لبنة او او وطبعا لبنة تساوي اي اذا كانت الاجابة تساوي الاتجاه فشغل هذا الصوت الذي يضل على الاجابة صحيح او اذا كانت الاجابة ايضا تساوي الزاوية المعاكسة والزاوية المعاكسة يمكن جعلها بهذا الشكل نعم اي مثلا هنا الزاوية ثلاثون هنا الزاوية ناقص ثلاثون سواء كانت اجابتك ثلاثون او ناقص ثلاثون في كل الاجاباتين صحيحة نملأ سنجري اختبار هذا الزاوية ذاوية ناقص شخص مائة وخمسون ناقص مائة وخمسون نجعلها مثلا مائة وخمسون لاحظ معي قد فعل الأمر نعيد القارة مثلا هذه زاوية ستون مثلا نجعلها ستون مثلا فقط نضيف لبنة البداية إذن أصبح الآن الكود تام شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة